الدوري الماني يعني يوميها ما خلص بس انت مكتوش معي في اليوم ده فبالتالي مهمة جدا ان انا اتكلم عليها النهاردة من خلال تواجدكم الدراما دي بتحصل وانا قلت قلت الدراما دي حصلت يعني في دورات كتيرة منها الدور المصري منها الدور الانجليزي دور ايطالي في دورات كتير حصل نفس الوضع ده لكن الحقيقة لما تيجي تبص الدوري الماني في اخر مارش جمهيرة قاعدة بتاعة دورتموند لابسين الاصفل بتاعهم باقي له ده عشان يحترف له بالدوري اللعيبة مش قادرة بتحصل رأيكم في الحصول الابان على الدوري ده كتير هو اولا كان دراما اليومين دول في كزا حاجة كمان يعني النهاردة كان في الدورة الانجليزي برضو في الهبوط برضو يعني دي كان دراما برضو الفرق اللي بتيبط تحزن عمدا يعني لستر فرقة تحزن التلاتة اللي نزلوا في الدورة الالماني كارسة نزل شالكة نزل هرتابرلين تخيل وشتوتجر تلاتة فرقة يعني احنا متربيين ان انت لنا ببصف السبتة الفوق سامي عريقة جدا فليستر شيتي كان بطل الدوري من عدة سنوات يعني يعني كان مع رانيريا صحيح من الاحتفال المبكر طبعا يعني دي حاجة معروفة في الكورة ان هي خطر جدا ايه بس معبارل هتحتفل يعني ما تضمنش انه مفترض ان اخر مباراة انت بتلعب فريق فريق ما عندوش ازمة في الهبوط ما عندوش ازمة في الصعود الاوروبية ما عندوش اي حاجة خالص فيش اي ازمة معاه فطبعا كان المفترض المباراة بقى اسهل من كده بس زي ما حاكي عارف طبعا وانت يا راجل يعني لعبت على كل المستويات كورة جوا المباراة متقدرش ترجاء يعني انت لو سبت اللي جنب بتاعها متقدرش تمسكه تاني لو دخلت لو هربت منك زي ما بيقوله صعب جدا جدا حتى لو انت عندك لعبة ايه تلاقيت دنيا لفت معاك وضربت جزاء تضيها وتلاقيت كورة جنب اللي هو فوق العرض وحاجات هتلاقيها غريبة جدا فكان سيناريو طبعا قاسي جدا جدا يعني سيناريو كان مؤلم لان بصراحة دورت موند من الفرق اللي تستمتع بان انت تتفرج عن مدرجات بتاعتها المدرجات بس يعني المدرج اللي وراك جن ده اللي مفيهوش ولا كرسي ده فيه مدرج وراك جن بالطول واقف بس تلاقيه ما تروس ناس يعني حاجة ممتعة جدا امه من اقوى الجماليل في العالم يعني فعلا بس الحاجة الحالة انت تلاقيتهم برضو بيسقفولهم كده كده مزبوط مش حاجة بتعرق الاحترام كابتن ان النهار ده ساو سامتون بيلعب ليفرد فول وهو هبط خلاص وهو هبط يعني مش مثلا بيلعب عشان لقى وما لعب فول برضو يعني لقى الجمهوري هناك برضو احلى حاجة ان هو فاهم دوره كويس يعني فاهم دوره هم جماهير مش رؤساء قندية في نفسهم ولا مدربين في النفسهم جماهير في الاخر ومهما كانوا غضبانين لكن عندهم حاجة الاساسية اللي من جواهم عاش بيقول لهم لازم خليكوا في التشجيع بس لقى هم من جواهم بنهرهم دورهم التشجيع مع الغضب مع الكلام ده بقى بيجي فاوقت لكن طبعا درس بصراحة كل سنة درس في الاسابيع الاخيرة لشكل الجماهير ودورهم عامل ازاي هروح لك احمد وحاجة الفيديو الخاص بالمدير الفني لدورتموند وهو بقى المؤتمر الصحة فيه الراجل طلع يقولي يعني عارف برضو احساس انت حط نفسك مكانه وطلع تتكلم عشان تقول اسباب مش خسارة الماتش خسارة الدوري قصاب اگر دنك